شاهد دينا دقت ساعة التساعة الآن مجز الأهم وآخر الأنباء مع دينا إلىك دينا شكرا لك بسانت التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بممارسة ضغط دولي حقيقي لوقف الهجوم على غزة وإدخال المساعدات للقطع هذا واستشهد ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزانة جدغارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع وأفادت توكلة الأنباء الفلسطينية بأن عدد الشهداء منذ بداية التصعيد الثلاثاء الماضي ارتفع إلى 33 شهيدا بينهم 3 أطفال و6 سيدات إضافة إلى 111 إصابة كما توصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر والحواجز إلى قطاع غزة ما ينظر بنفاذ المخزون المتوفر من المواد الغذائية والمواد الطبية ومشتقات النفط أكد الجيش السوداني استقرار الوضع في جميع الولايات مشينا إلى وجود منواشات مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة الخرطوم وكشف الجيش السوداني عن مقتل نحو 100 من قوات الدعم السريع وإصابة آخرين في ضربات استهدفت مواقعها في جنوب الخرطوم واجب الأولياء فضلا عن تدمير نحو 60 عربة مسلحة وقال الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع تواصل ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجدداً أن تونس تبقى آمنة بالرغم من المحاولات اليائسة للمسي من استقرارها على حد تعبيره وخلال اجتماع عقده مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أشهد الرئيس التونسي بجهود قوات مسلحة في إحباط كل المخططات التي تستهدف مؤسسات الدولة وشيراً إلى أن من وصفهم بالمخططين لسفك الدماءهم أنفسهم من يسعون إلى إفتعال الأزمات بشتى السبل للتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنكيل بالشعب وذلك على حد وصفه يجري الرئيس الأوكراني برودمير زلنيسكي اليوم زيارة إلى إيطاليا لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين والبابا فرانسيس وتعد الزيارة هي الأولى التي يقوم بها زلنيسكي إلى إيطاليا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير ومن المقرر أن يلتقي زلنيسكي بشكل منفصل مع رئيس سيرجيو ماتوريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وذلك قبل التوجه إلى الفاتيكان قال المتحدث في اسم المجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن قوات الأوكرانية تخسر مساحة كبيرة من مدينة بخموت الوقاعة في دونتسك شرقي أوكرانيا وقال المسؤول الأمريكي أن بخموت لم تسقط في أيدي قوات الروسية مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال تدافع بشجاعة عن المدينة كما أوضح أن بخموت التي تحول الكثير منها إلى أنقاض وكانت مركز قطال عنيف منذ شهور لا تزال منطقة متنازع عليها وذلك على حد تعبيره تبادلت قوات من أذربيجان وأرمينيا إطلاق النار بأسلحة من بينها قضائف هاون وطائرات مصيرة على حدودهم المشتركة ما أصفر عن مقتل جندي من كل جانب قبل محادثات رفيعة المستوى بشأن اتفاق سلام طويل الأمد ووقع تبادل إطلاق النار لثاني يوم على التوالي قبل الاجتماع المزمع قدو غدا الأحد في بروكسل بين رئيسي الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام عليف ورياضيا حقق فريق الأهل فوزا غاليا وكبيرا على حساب مضيف فريق الترنجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما في الذهاب قبل نهاء بطول دور أبطال إفريقيا لكرة القدم وبهذا الفوز العريض وضع فريق الأهل قدما في دور النهائي من البطولة القرية حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفرق هدفين في مباراة العودة المقرر قامتها بين الفريقين على برعب السادة القاهرة الدولي الجمعة المقبلة لكي يضمن رسميا التأهل للنهائي